السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفتوير بالعربي مهما كان نوع استخدامك لجهاز الكمبيوتر لا بد من انك وجهت مشكل فقدان البيانات سواء كانت صور او فيديوهات او دوكمنت او ملف اوديو وجميع انواع الملفات فاليوم سنشرح برنامج رائع جدا سيمكنكم من استعادة جميع الملفات المحدوفة استرجاع الملفات المحدوفة من الكمبيوتر وحتى من الفلاش يو اس بي وبطاقة الداكرة الاس دي كارد كما ان البرنامج يسترجع الملفات حتى على اجهزة الموبايل الايو اس والاندرويد فقبل ان نبدأ في شرح البرنامج وطريقة تحميله لا تنسوا على لايك على هذا الفيديو حتى ينتشر اكثر واكثر واستفيد الجميع ولننطلق في الشرح اسم البرنامج اني ريكوفر متوفر على ويندوز وماك لنرى خصائص هذا البرنامج المميز سيمكننا هذا البرنامج من استعادة الملفات المحذوفة من سلة المهملات او مناء المكتب او من وحدات التخزين الداخلية والخارجية وحدات التخزين الداخلية مثل الـ HDD والـ SSD اما الوحدات الخارجية مثل بطاقة الذاكرة الاس دي كارد او الفلاش يو اس بي وغير ذلك بالنسبة لي دعم البرنامج فهو يدعم جميع نسخ ويندوز من ويندوز اكس بي الى غاية ويندوز 11 كذلك يدعم جميع نسخها الماك وكما ذكرت متوفر ايضا على اجهزة الموبايل سواء ايو اس او اندرويد كما انه يدعم جميع انواع الملفات كما ترون سواء كانت هذه الملفات document او video او صور او audio كما ان طريقة تتخدم هذا البرنامج سهلة جدا وانان فلننتقل لتحميل البرنامج سنضغط على free download هنا بعد انتهاء التحميل سيظهر لنا هذا الـ set up بحجم 4 ميجا فقط سنقوم بضغط عليه حتى انت مكني متثبيت البرنامج سنضغط على install هنا يجب الاتصال بالانترنت حتى يتمكن من التحميل بعد انتهاء التحميل سنضغط على start now بهذا الشكل كما ترون واجهات البرنامج بسيطة جدا هنا كما ترون لدينا جميع وحدات التخزين المتوجدة على الكمبيوتر ولدينا ميزة اخرى هنا كما ترون video repair هذه الميزة تسمح لكم باصلاح الفيديوهات التالفة والان سنرى كيفية استرجاع الملفات المحذوفة سنجرب استرجاع ملفات محذوفة من flash USB كما ترون هنا لدينا جهاز USB سنقوم بالدخول لهذا الـ USB لدينا ملفين ملف documents pdf وصورة كما ترون سنقوم بحذف هذه الملفات مع بعض ونحذفها كذلك من سلة المهملات وسنرى ان كان هذا البرنامج قادر على استرجاع هذه الملفات سنقوم بعمل delete للملفين بهذا الشكل ثم نذهب لسلة المهملات حتى نتأكد حدفة تلقائيا يعني USB الآن أصبح فارغة تماما سنقوم بالدخول مرة ثانية USB فارغة فسنجرب استرجاع الملفين المحذوفين من USB سنقوم بالعودة إلى البرنامج سأختار USB Drive كما ترون هنا سيبدأ مباشرة بفحص الملفات التي كانت متواجدة سابقا على هذا الـ Drive USB لدي بحجم صغير جدا فكما ترون العملية تسهير بسرعة لكن إذا كان الـ Hard Disk مثلا كبير فستكون العملية طويلة لتسريع العملية يمكننا عمل filter هنا ويمكننا تحديد فقط الملفات المحذوفة في هذا اليوم Today أو المحذوفة في آخر سبعة أيام كما ترون أو حتى Customized يمكننا تحديد يعني الوقت فهذه الملفات التي ترونها الآن هي كانت محذوفة ومتوجدة على جهاز USB فنحن لو تتذكرون كان لدينا ملف PDF بعنوان Cryptocurrency رأيتها قبل قليل متوجد هنا كما ترونها هو الملف Cryptocurrency والصورة بعنوان Super Mario رأيتها كذلك هي هنا في الأعلى فسأقوم بالتعليم على هذه الصورة Super Mario بهذا الشكل ولدينا ملف PDF الذي كان متوجد قبل غليل Cryptocurrency بهذا الشكل بعد التعليم على الملفين يمكننا نضغط على Recover هنا سأقوم بالضغط على Recover بهذا الشكل ثم سنقلها إلى نفس المكانة المحذوفة يعني على USB الذي هو فارغة الآن سنقوم بتفقد USB الـ USB الـ USB كما ترون فارغ تماما سنقوم باختيار الـ USB هنا ونضغط على Select Folder ونضغط على Select Folder ونضغط على Save كما ترون فتحت لي النفيدة مباشرة على الـ USB سنضغط على الـ USB من جديد ظهر علي ملف جديد هنا كما ترون Any Recover سنضغط على الملف All Files ملف خاص بالـ Document وملف خاص بالصور سنضغط على الـ Document بهذا الشكل PDF والملف الذي حدفته قبل قليل متوجد هنا كما ترون يمكننا الضغط على الملف حتى نتأكد بأن الملف يشتغل كما ترون بشكل عادي جدا سنتفقد هنا ملف الفوتو GPG كما ترون الصورة الخاصة بـ Super Mario إذن كما رأيتم البرنامج نجح فعلا في استرجاع الملفات المحذوفة يعني 10 على 10 طبعا كما ذكرت إذا كان الـ Hard أو SSD بحجم كبير أو USB أيضا بحجم كبير فستكون عملية الاسترجاع أطول ونفس الشيء لبقية وحدة التخزين سواء بالنسبة للـ Hard Disk أو SSD أو SD Card نفس العملية قم بتحديد الـ Partition أو الجهاز كما حددنا هنا Drive USB سنقوم بعمل مثال آخر على الـ Hard Disk سنحذف ملف أوديو وسنقوم باسترجاعها مثلا سأدخل على الـ Hard Disk الـ Partition F الآن سنقوم بحفف هذا الملف من الـ Hard Disk وسنحاول استرجاعه من خلال البرنامج سأقوم بعمل Delete بهذا الشكل وسأقوم بحففه أيضا من سلة المهمالات الآن الملف حدف تماما الملف أوديو بعنوان Recording الـ Partition التي حدفنا منها الملف هي الـ F سندخل على البرنامج مرة ثانية سنختار Partition F بهذا الشكل ولأسريع العملية سأستخدم الفيلتر لأنني حدفت الملف قبل قليل فقط فسأضغط Today لأنه في بعض الأحيان عند عمل Stop ومحاولة استرجاع الملف قد يكون الملف غير مكتمل يعني عند تشغيل الملف فلن يعمل معك يعني ممكن أن يعمل معك وممكن لا فمن الأفضل انتظار العملية حتى النهاية حتى نضمن سلامة الملفات أنا سأقوم بعمل Stop لأنه ليس لدي وقت كفاية Stop بهذا الشكل وسأقوم بالتعليم على الملفين بهذا الشكل ثم أعمل Recover سنقوم باسترجاعهم على الديسكتوب ونضع على Select Folder بهذا الشكل كما ترون ظهر الملف هنا سنضع على All Files Audio وكما ترون الملفين متوجدين هنا ونفس الملف بحجم 19.5 ميجا بايت من الممكن أن لا يعمل الملف لأننا طبعا قمنا بعمل Stop للعملية فيرجى الانتظار لإكتمال العملية 100% بعدها عمل Recover لـ Files كما ترون البرنامج كان قمة ونجح في استرجاع الملفات التي حذفناها سواء كانت ملف Document PDF أو ملف Audio كما رأينا أو ملف صورة والآن هناك نقطة مهمة ويجيب علي ذكرها يتعلق الأمر بهذه النسخة المجانية والتي نستخدمها الآن حاليا فهذه النسخة المجانية تسمح لك باسترجاع الملفات فقط التي حجمها يعني 100 ميجا بايت أو أقل إذا كان الحجم كبير فين بغي الانتقال إلى النسخة المدفوعة فلنجرب مثلا استرجاع ملف أكثر من 100 ميجا بايت سأقوم بتعطي Stop مثلا سأقوم باسترجاع هذا الفيلم بحجم 1.6 جيجا بايت سأقوم بالتعليم على هذا الفايل Recover كما ترون النسخة المجانية لا تسمحوا لي باسترجاع هذا الملف الكبير وهنا نرى أسعار الاشتراكات لدينا الاشتراك الشهري بسعر 49 دولار الاشتراك السنوي بسعر 69.9 دولار وهنا لدينا نسخة مدى الحياة بسعر 79 دولار قد تبدو هذه الأسعار مرتفعة للبعض أو للأغلبية لكن لا يجب أن ننسى بأن الملفات يعني هي شيء مهم خاصة إذا كان الملف يعني لك الكثير مثلا فقدان فيديو مهم جدا أو صور مهمة جدا أنت مستعد ربما لتدفع مئات الدولارات من أجل استرجاعها فهذا البنامج فقط باشتراك شهري ب49 دولار يمكنك من فعل كل هذا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يقومون بعمل تخفيضات كل فترة خاصة أن فترة الأعياد تكون هناك تخفيضات ممتازة جدا بالنسبة لطرق الدفع لدينا طرق دفع كثيرة جدا والآن سأقوم بالانتقال إلى النسخة المدفوعة حتى أتأكد من إمكانية استرجاع الملفات الكبيرة ستعطي على سين أب للتسجيل في البرنامج فبعد الاشتراك في البرنامج ستحصل على Registration Code ستعطي هنا على Registration Code بهذا الشكل ونقوم بلسقه هنا حتى ننتقل إلى النسخة المدفوعة بهذا الشكل ثم نضغط على OK تم التفعيل بالنجاحة ستعطي على OK وسأجرب استرجاع الملفات الكبيرة الآن سأجرب مرة ثانية Stop Recover كما ترون أعطاني إمكانية استرجاع الملفات عادي فبالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون ملفات كبيرة ومهمة جدا فلا مانع لديهم في الاشتراك في البرنامج وحتى إن كنت تملك ملفات جد مهمة ولا تعود بثمن لكن حجمها صغير وأقل من 200 ميجا بايت فإن البرنامج يسمح لك باسترجاع هذه الملفات بشكل مجاني كما أن الشركة تمتلك منتجات أخرى AnyRecover for Android كما ذكرت سابقا وأني Recover أيضاً for iOS وهذا البرنامج الخاص بـ Shot Recovery يقوم باسترجاع المحادثات سواء كانت Text أو Images أو غير ذلك بهذا نكون وقد وصلنا لنهاية الفيديو إذا استفدتم من الشرح لا تسود على اللايك أو الاشتراك في القناة يمكنكم ترك أي تعليق بخصوص الموضوع أو بخصوص موضوع آخر وأنا أجيب على الكل بإذن الله فلننتقل في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر